اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم ضيفي الكاتب والباحث في علم السياسة الدكتور إليا إليا أهلا وسهلا فيك دكتور إليا إليا بعض المواضيع هيك الاشكالية بالبلد هيك حبين الناقش نحن وياك فيها قد تكون اشكاليات أساسية مبنية على أصص وطنية ومقاربتها أو مقايدتها مع شأن سياسي معين على سبيل المثال الاتفاق بين التيار الوطني الحر على ترشيح اسلامان فرنجي في مقابل موافقة حزب الله على اللامركزية الموسعة بالبداية هل هذا العنوان إذا بدك الوطني الأساسي المطالب به منذ أربعين عاما فينا نقايد فيه مع تسمية مرشح على مدى ست سنوات شكرا أستاذ فادي أهلا وسهلا شكرا لك للحقيقة اللامركزية هي مش للمقايضة تحت زعيم سياسي يقيدها مع زعيم سياسي آخر من أجل مصلحة فئة محددة من الناس علما أنه اللامركزية هي لكل الناس لكل المواطنين وليست لفئة واحدة من هالمواطنين إن كانوا المسيحيين أو السنة أو الشيعة أو الدروس هي لكل الوطن والدليل على ذلك إذا جينا اليوم درسنا كيفية تطبيق اللامركزية في لبنان نرى أن كل الفئات الطائفية الموجودة في البلد المكونة لهذا الكيان اللبناني تستفيد من هذه اللامركزية من خلال الإنماء من خلال إعادة الدورة الاقتصادية إلى هذه المناطق ومن خلال خلق مجالس محلية تمثل الواقع التاريخي والجغرافي والفئوي لهذه المناطق طبعا نتكلم ضمن الدولة الواحدة اللامركزية إذا جينا تنشوف نطبقها على ما هي موجودة اليوم حسب قانون الانتخابات إذا أخذنا المحافظات بس قبل ما نروح على التقنية اليوم يعني نعتبر أنه اللامركزية هي عنصر أساس في قيام الدولة الحقيقية فينا نأكد على هذا المبدأ خلينا نقول شغلي اللامركزية هي لبني أساسي من النظام السياسي لأي نظام سياسي في العالم ومن قال أن بغض النظر إذا كان متنوعا أو لا أكيد إذا كان متنوعا تكون اللامركزية زيت على زيتون فيه عظيم خليني أعطيك لمحة صغيرة عن اللامركزية وعملية التطبيقة في البلد أو المنادات بها في البلد بلشنا ننادي باللامركزية من سنة التسعة وعشرين وبالتالي في قول شهير لأستاذ كمال جنبلاء في ذلك الحين سنة الستة وأربعين يقول أن اللامركزية خلقت لتطبق في لبنان وبالتالي في كتير من الفئات السياسية اللبنانية عبر التاريخ وصولا إلى اتفاق الطائف كانوا عم بينادوا بتطبيق اللامركزية اللامركزية شو الهدف مننا؟ أعطاء صلاحيات للسلطات اللامركزية الموجودة في المناطق أي خلق ديناميكي جديد في المناطق ونحن بنعرف أن شعبنا هو متنوع بقى بالعكس اللامركزية تحافظ على التنوع في الوحدة وهذا مطلب أساسي لبلدنا لأنه بلد تعددي إذا جينا تنقول كيف تطبق اللامركزية هل تطبق في نظام مركزي أم في نظام فدرالي أصلا هي لبنة أساسية حتى إذا اعتمدنا النظام الفدرالي سنكون نطبق اللامركزية ضمنها الأنظمة الفدرالية النظام الفدرالي تعطي شوية نيانس بين النظام الفدرالي والنظام اللامركزية اللي عند كتير من الناس بخلطه بينهتهم اللامركزية تعني نظام إداري يعني تعني وجوب أن يكون هناك مال للتصرف بهذه الإدارة رحت عن نقضة أساس وجوب أن يكون هناك مال وجباية للتصرف بتطوير هذه الإدارة مال وجباية مستقلة بحد أدنى يجب أن يكون هناك استقلال وفي شيء حتما لازم يكون إلى الدولة يعني ما تجبيه الوحدات الإدارية يجب أن تأخذ جزء منه وتعطي الجزء الآخر للدولة السؤال الثاني اللي نحن عم نقوله ومن قال إذا كان هناك فدرالية لا يكون هناك لمركزية كل الفدراليات المطبقة في دول العالم اليوم هناك لمركزيات داخلها تعمل تعمل بشكل باضح وخصوصا إذا كان هذا البلد يكون في مجموعات طائفية أو مجموعات إثنية هي ضمن التنوع في الوحدة مشان هيك لبنان تنطبق عليها كما قال الزعيم كما جنبلات في ذلك العصر اللامركزية هي خلقت لتطبق في لبنان لكن للأسف من ذاك التاريخ لغاية اليوم إذا ما نروح شوي إلى ذاك التاريخ حتى اليوم لماذا رفضت اللامركزية؟ علما أنه هي تعز الصلاحيات اللامركزيات الأقاليم، الأقضية، المحافظات ليش لم يذهب زعماء تذلك الزمان إلى اللامركزية؟ علما أنه نحن معروف أنه اقطاعيات كل منطقة يرأسها كان اقطاع زعيم زعيم اقطاع ما راحوا الصموة منذ البداية بل ذهبوا لتعزيز قوة المركز هذا اللي بدي أقوله أنه لأنه لم يكن لدينا دولة قوية الدولة القوية هي التي تفرض أن يكون هناك نظام لا مركزي أو نظام مركزي نحن لغاية تاريخ اليوم لم نبني الدولة على مسار مئة سنة من تاريخ لبنان لو كان عندنا مضبوط دولي قوي وهالدولي بهمة أنه اتطور شعبها واتطور مناطقها أكيد كان لازم يكون عندنا لا مركزية بس للأسف الزعماء المتحكمين في الوضع السياسي على مدى هذا التاريخ لم يريدوا أن يكون هناك لا مركزية لا تيدلوا هني مسيطرين لأنه المركزية شو هدفها هدفها أول شغلي أنك تكون في عندك مجالس محلية منتخبة وهذه المجالس المحلية المنتخبة أكيد سيكون لديها الوعي السياسي مش بالدل مرتبطة بالزعيم ستولد هذه الانتخابات تيارات فكرية وسياسية جديدة تنافس هذا الزعيم في ذاك المنطقة مش انهاك كانوا أغلب الزعماء السياسي يرفضون يرفضون هذا الواقع السياسي وما زلنا اليوم نرى هذا الواقع تحت ستار أنه المالية ومن قال أنك تريد أن تعمل بدون مال وكيف تستطيع أن تدير وتقوم بالإنماء بالإنماء بدون مال شو هدفها اللامركزية؟ يعني يلي عم ببععد أو يلي عم بشيطن اللامركزية تحت شعار نرفض اللامركزية المالية؟ هدفه هدفه الاستمرار بقبضة المال هو وحده لا أحد يشاركه أو على الأقل يعني يطلق الرصاص على اللامركزية تيقول أنه هيدا من موجود باتفاق الطائف هذا كلام للرئيس نبيه بره مظبوط هذا الحكي أولى موجود اللامركزية الموسعة المالية ضمن اتفاق الطائف؟ موجود كلمة ضمن الإصلاحات الضرورية باتفاق الطائف وصيقة الوفاق الوطني ببند الإصلاحات الواجب تطبيقة اللامركزية الإدارية الموسعة ماذا يقصد بالموسعة؟ هل الموسعة بالجغرافية؟ أكيد لك بالصلاحيات الموسعة بالصلاحيات وكيف يكون لك صلاحيات؟ بدون مال بدون مال فإذن هذا كان المقصود بس خليني كمان أعطي نيانس صغيري هون 34 سنة من ذاك الاتفاق الطائف المفهوم كله سوى تغير عند الطبق السياسي الوعي السياسي عند القاضي اللي كانوا عم بفاوضوا من أجل تطبيق اللامركزية السياسية كان فكر شي واليوم صرنا عم نشوف شي تاني وبالتالي ما كان عندهم هذا الإلمام بماذا تعني اللامركزية اللامركزية اليوم شفناها تطورت بدول العالم لبل أغلب دول العالم المتطورة اليوم عم تجنح وعم تسعى أنه تعمل لامركزيات للتخفيف عن الدولة المركزية كاهل هذه المشاكل الأساسية لأنه المناطق هي أدرة أن تحكم حالة بحالة على الصعيد المالي والإداري نحن مش عم منقول اللامركزي معناتها هي استقلال عن الدولي أول لبني أساسي عملت بموجب المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 306-77 يلي هو قانون البلديات يلي أعطى هذه البلديات الصلاحيات المالية والإدارية لماذا لا تنفصل هذه البلديات عن الدولة؟ ما انفصلت عن الدولة دلت بقلب الدولة لكن الزعماء السياسيين قيدوا هذه البلديات برقابة مسبقة ووضعوا شروط أساسية على عملية التمويل للحد من نشاط هذه المؤسسات أي البلديات حتى تظل تحت سيطرة الزعيم المشكلة عملية إنمائية بحت نحن بتجمع لبنانيون من أجل الكيان عملية عدلية إصلاحية عملية ما عرفت أيها لا آخر جملي قبل ما تروح لهونيك هي عملية إصلاحية بحت من أجل تطوير من أجل تطوير النظام السياسي اللبناني لأنه أنت ما فيك تبلش بتطوير النظام السياسي إلا ما تحط الحجر الأساس الحجر الأساس لألك بالإدارة وبالسياسي وبالإنماء هي البلدية بالتحديدة طيب هيدا دكتور رح نحكي عن الدراسة عنه ما رح يحكي إلا لا مركزية هيدا مطلب مين؟ هل هو مطلب مصيحي حتى يقول رئيس تيار الوطني الحر أستطيع أن أمشي بمشيل بعفوا بسليماني فرنجية في حال وافق الشيعة الثناء الشيعة على اللا مركزية هل تفيد اللا مركزية المسيحيين فقط؟ لا أبدا لا تفيد جميع اللبنانيين وهذا ما بدأت به لماذا الفرقاء الآخرين لا يريدون لأنه يلي قادر يسيطر على كل البلد لش بده سيطر على جزء من البلد واضحة المعادلة واضحة أنا قادر سيطر على كله هيدا شعار بيقلك حزب الله خيي أنا ما بسيطر على البلد بجماتي يعني بمناطي مش قادر سيطر ما فيه قرار سياسي بالبلد عم بقدر والدليل عم بحكي خطابه والدليل نحن صارنا عشر تشهر بفراغ صاروا عشرة صاروا عشرة عظيم ومش عم بقدر يجريب رئيس الجمهورية مش انهاك تعوى تنقونا عظيم هذا العمل السياسي يعني لا عم بحكي عنا عن اتهم يلي توساق بحق حزب الله انه خيي أنا ما مش قادر مش مسيطر على البلد اكيد ما نو مسيطر لانه نحن ببلد تعددي وحقه هو بيعرف هو بيعرف اذا قدر بغلبي ما يقدر ياخد قرار بس قدر يعرف انه هو ما فيه ياخد كل القرارات انتي بهذا البلد لك شركاء اذا بدك تمشي على الدستور اذا بدك تمشي بالسطوي اوكي قادر تسيطر على كل شيء بينما بالقرار السياسي الداخلي انتي بدك تستشير وبدك ترجع الى المكونات الاخرى المشكلي لهذا البلد لهذا الكيان مشين هيك الطرح الاساسي يلي عم نشوفه بين الافريقاء السياسيين اليوم انه بيع من هون ولا اعطاء خبرية من هون لهذا الحزب او الشاك من هون على بياض هيدا بالسياسي عم بيشتغلوه بعملية تطبيق اللامركزي اللامركزي تفيد كل الكيانات السياسية الموجودة في لبنان لا بل بالعكس اذا جينا تنشوف الواقع اللبناني متل ما هو اليوم من يستفيد من هذا الواقع هم المسلمون اكتر من المسيحيون هن المسلمون هنه سيكونوا رؤساء وحدات ادارية اكتر ما سيكون رؤساء وحدات ادارية عم تقصم الدوائر او اللامركزيات على اسس دينية طائفية لا على اسس جغرافية على اسس جغرافية كما هي موجودة الان يعني القضاء كما هو موجود اليوم والدائرة الانتخابية يلي هي موجودة اليوم عملناها وحدة ادارية يعني من عملات محافظة هذا اللي نعمل اليوم يعني الدوائر الانتخابية بالانتخابات الأخيرة محافظات انتخابية هي ذاتة اليوم في اقتراع ان تتحول الى لا مركزيات الى لا مركزيات يعني تقريبا قداش عنا 33 يعني عنا تقريبا على صعيد الاقضي 33 مجلس قضاء وعندك 13 مجلس محافظة شو الفرق بينتهم شو الفرق بين مجلس المحافظة وبين نفوت بالتقنية هلأ بين نفوت قد ما بدك بالتقنية شو ثلاث الاول شيقي ببناء المشروع الذي نحن عاملينه كلبنانيون من أجل تياد على ثلاث مستويات اول مستوى هو الانتخابات البلدية تاني مستوى هو انتخابات مجالس الأقضية وثالث مستوى هو انتخابات مجالس المحافظة عندك ثلاث انتخابات ثلاث انتخابات بلدية بلدية مجلس القضاء ومحافظ والوحدة الإدارية نحنا بنسميه يعني هي المحافظة اللي بالتعريف اليوم ليش عندها ثلاث انتخابات اليوم نحن على الصعيد اللبناني ما عنا إلا انتخابات اتنين بلدية ونيابية عنا بلدية ونيابية وبتشوف التطاحن والتزاحم اليوم على هالنقطتين وبالتالي لغاية تاريخ اليوم الديمقراطية اللبنانية بعدها مشلولة يعني بعدها رغم نحن نتغنى بديمقراطيتنا بقلب الشرق وبقلب المنطقة أنه نحن البلد الديمقراطي بس بعدنا عم نتناطح على الشأن العام السؤال الأساسي وقت نحن منفوت بانتخابات اختيارية ومنفوت بانتخابات بلدية وبانتخابات مجالس القضاء وبانتخابات مجالس الوحدي وبانتخابات المجلس النيابي صار عندك خمس مستويات من الانتخابات وبالتالي انت عم بطريقة أو بأخرى عم بتعزز العمل الديمقراطي في البلد لأنه انت عم بتهيئ الناس وعم بتهيئ الأشخاص يلي هني على صعيد المجالس المحلية أو مجلس المحافظة أو مجلس القضاء عم بتأهلوا انت حتى يطلعوا على الندوي البرلماني ويعرفوا يشتغلوا لأنه أغلب للأسف اليوم اللي عم نشوف بالندوي النيابي أغلب الناس الطالعين على الندوي البرلماني ما بيعرفوا شو معنات الندوي مش زعامي هونيك هونيكي مشاريع هونيكي قوانين بدأت تندرس للصالح العام شو تيعود إذا كانت هذه المشاريع هي لبناء دولة عصرية ومتطورة كيف بيتمرن علي هذا الشخص اللي طالع على الندوي البرلماني إذا ما مرأ بهذه المراحل لكن بالله مركزية اللي حضرتكم عم تعملوها ما في شي مغير إلا العنصر الانتخابي وليس التعيين مثل قائم مقام أو المحافظ بس نفود بعملية التعيين نحن عم نفود بعملية لا لا عم قول أنا عم قول أنه الجديد الذي قدمتمه وهذا جديد وهذا تطور يعني أحسن ما يتم تعيين القائم مقام أو المحافظ على أسس المحاصصة السياسية من المركز هربنا منها هربنا منها أعطينا الناس تعطي رأيها أدايش بدي يكون هيدا أساس بتعزيز الديمقراطية وحدة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد كمان أعطيك بس فكرة أدايش بنحكي اليوم عم بيحكي هون عن أهمية اللامركزية أبو المروا أكيد لأنه فيه رقابة مباشرة من قبل الناس أنت شفتلك شي بلدي من بلديات لبنان صار فيها اختلاسات ما قامت لأيامي بقلب الضيعة ما قاموا عليها ما تشكوا عليها برأييك؟ أكيد لأن المراقبة أسهل يمكن أن يكون المراقبة البلديات أسهل أسهل بكتير أسهل بس وين المراقبة البلديات اليوم في ياتوك؟ هي مراقبة إدارية وليست مراقبة قضائية وقت أنت بتحط التفتيش المراقبة القضائية على الموضوع وبالتالي أنت حطيت زيح بين الحق والباطل فيها بينما بتفوت الرقابة الإدارية إن كانت سابقة ولا إن كانت لاحقة أنت شو عم تعمل؟ عم تعمل إيده وإجر للزعيم السياسي تحتى تستغل هذه الأمور داخل المجلس البلدي وهذا اللي نحن عم نهرب منه بالمشروع اللي نحن عم نشتغل عليه نحن وأجينا عم ندرس هذا المشروع بتفاصيله للحقيقة في عدة أفكار عن اللامركزية ما فيه إلا مشروع واحد معمول سنة الـ 2014 موجود هلا ياللي موجود بلجنة الإدارة بالجنة الإدارة والعدل ياللي عم بيدرسوه صاره أكثر من 60 جلسي عم بيشتغلوا عليه ومحله يطلع بقى بس برضو يمكن ما طلع لأنه في نوع من اللاحصرية ونحن هذا اللي ضده بهالموضوع نحن إلنا لازم يكون فيه مجالس منتخبي كمان على صعيد المحافظة ما حطينا المحافظ يتحكم بمجلس القضاء ليش لأنه هون نرجع للزبائنية السياسية ونحن بنعرف البلد كيف كيف بنمشى يعني ما مننا ننتقد المحافظين اليوم وكيف يعينوا وشو عم بيشتغلوا كله أزلام سياسي كله أزلام بالسياسي يعني ما أحترامنا للكم ما أحسن ما نقول ما أحترامنا للكم بس فيه يعني يعني المحافظ فيه المحافظة صار رئيس حكومة هذا الواقع ومعين هذا الواقع يلي هو موجود اليوم هاي دي من حق السلطة اللامركزية أن تنتدب شخص يمثله أوكي إذا كان المحافظ يلي هو مثل ما هو موجود اليوم أو القائم مقام هذا تسمى اللي حصرية صحيح صحيح وليست لامركزية بس ما معناتها أنه هذا الواقع بلبنان أنتج شيء والديل على ذلك ما أنتج لا أنماء ولا أنتج تطور لهالمناطق وما خلى الناس تتطور لا بالسياسي ولا بالاقتصاد بهالمناطق لا بل بالعكس رحنا إلى مبدأ زبائنية حاد ونحن بنعرف تركيبات الدولة اللبنانية كيف تركب الأمور داخلها هذا واضح يعني كنت عم تقول أنه المشروع يلي عم نناقشه أو يمكن عم تعملوا بين مشروعكم مشروع لبنانيون من أجل كيان ومشروع السابق يلي هو لجنس الوزير زياد بارود صديقنا بقى نحن نتميز عن هذا المشروع أنه شلنا المحافظة عملنا مجلس المحافظة بس كمان هونك يدعو إلى الانتخاب هونك يدعو إلى الانتخاب في مجلس القضاء فقط وليس مجلس المحافظة كمان نحن أدخلنا عدة أشياء تعديلات على هذا المشروع أنه صار المواطن بيحقله إذا أنت ساكن بيجوني على سبيل المثال وإنت جاي من منطقة الجبل أنت بيحقلك تبدي رأيك بهذه المنطقة بيحقلك كمان تترشح إذا صار لك أكتر من سبع سنوات فيه أصول لهذا الموضوع عملنا فإذا تترشح محل واحد يا بضيعتك يا مطرح منك سكنك وبيحقلك تنتخب بضيعتك وبتنتخب مطرح سكنك هيدا ممكن يصير علاقة إشكالية أبدا لا يصير علاقة إشكالية لأنه هذا أصلا منك عم بتترك الناس أرضها منك عم بتترك الناس ضيعة أنت عم بتخلي المواطن يلي ساكن بالمدينة وهو ابن الضيعة يعطي رأيه حيث ما هو يعيش حيث ما هو موجود أكيد بدي أعطي رأيي بالنظافة بشارعي بمطرح من يساكن بكل البيئة اللي أنا عيش فيها يعني يستطيع أن ينتخب أكيد يستطيع وينتخب في المنطقة التي يقتن فيها وليس مكان بيحقله اتنين بيحقله يترشح اختياريا بيحقله يترشح اختياريا إما فوق إما تحت بيضيعته أو بالساحل وبيحقله ينتخب بيحقله أنه ينتخب إن كان بالساحل ولا إن كان بالضيعة عنده لأنه هذا حقه حيث ما يدفع الضريبة بيحقله يكون عنده صوت وبيكون عنده قرار طيب دكتور كنت عم بتقول أنه هذا ليس مصلحة مسيحية فحسب بل مصلحة مصلحة كل اللبنانية مصلحة كل اللبنانية كنا عم نشوف أنه 33 مركز محافظة 33 مركز قضاء مجلس قضاء و13 مجلس محافظة يعني استنادا للتقسيمات الإدارية يلي موجودها يلي موجودها لكن فيها بعض إذا بدك فيها نوعا ما تقسيم مذهبي طائفي والبعض تنوعي صح؟ بس خليني أقول لك شغلي صغيرة لاي عم نتضحك على حالنا البلد معروف ونحنا شايفين البلد كلنا سوا وليش بدنا نتخبى إذا أنت رحت على منطقة من لبنان بتعرفها طبعة كيفية وإذا رحت على منطقتين معروف الطابع كفوة وفي مناطق مختلطة تركناها مثل ما هي نحنا مش عم نعمل فرز للمناطق ولا عم نعمل فرز للطواقف نحنا أخدنا الأقضية التاريخية للبنان أوكي واشتغلنا عليها وقلنا لازم هالأقضية هي تنمي حالة بحالة وهي تجرب تطور حالة بحالة مش ممكن الدل مستمرة هذه الأقضية بعدنا تطلع فيها كأننا بعدنا بسنوات الخمسينات والستينات ونحنا صرنا بمرحلة الـ 2023 ما فيها لا تنمي ولا فيها شي منيح اللي إيجا السيلولار تقدر غطى عجز الدولي عن ما أصر فيه الدولي من قضايا تليفونيات وخبرية أكيد المجالس المحلية للأقضية هي إلى دور أساسي ومهم المجالس الوحدات الإدارية أي بتعبير يلي أنت عم بتقوله المحافظات هي مجالس مراقبة لهذا العمل القضائي والعمل البلدي طيب هون فيه نقطة أساسية جدا ويلي عم يسمعنا بده توقف لأن نحنا عم نحكي عن ثلاث انتخابات بغض النظر بفرد يوم كمان بفرد يوم بغض النظر عن الانتخابات النيابية علما أنه الانتخابات النيابية تخضع لكثير من الأمور خلينا حطها بإطار الأمور يمكن ترغيب يمكن ترهيب يمكن تأثير بشكل مباشر يمكن تكاذب في كتير عوامل تؤثر على الانتخابات النيابية في لبنان والبلدية يمكن العامل المال طيب هم عم بتعزز هذه العوامل ضمن الانتخابات البلدية والقضاء والمحافظة في قانون في قانون بحد كل الناس بتنطفق الأنون لا بنجرب قد ما فينا مثل ما بالنهاية بدك تحط الأنون بالنهاية بدك تحط الأنون وهذا الأنون هو اللي بده يلجم الشواز وهو اللي بده يحط حد لأي مشكلة ممكن أو صغرة ممكن أنه يهرب مننا أي مواطن باتجاه الرشوة ولا باتجاه مخالفة القواعد الديمقراطية أكيد ما فيك تترك الأمور سيئة أكيد مقوننة أكيد وفيه هناك قانون للانتخابات مضبوط النيابية مضبوط وشوف النتيجة يعني هذه القوة إن كانت حزبية أو قوة أمر واقع مسيطرة بشكل كتير كبير على الرأي العام وبالتالي على الناخبين إن كان النيابية أو البلدية أو القضاء أو المحافظة خليني أقول وين الشفافية هون من يمنل أكيد القانون يحاول أن يضمن الشفافية المطلقة لكن في قوة كبيرة مثل ما هي مسيطرة على المركز تستطيع هي ذاتها ما أحزابها وعناصرها وأنصارها تسيطر على الأقليم نحنا عم نجرب نعمل شغلي لزيادة العمل الديمقراطي بالبلد اليوم صحيح إذا بجي تشوف الأحزاب يلي هي موجودة أكتر شي على الساحة السياسية بفعاليتها وبنشاطها بتجي بتشوفها أن هي قدمة فيها بتقدم على الانتخابات النيابية وبيكون عندها أشخاص بيكون عندها أشخاص كمان على الانتخابات المحلية أكيد بكرة هيصير عندها أشخاص بدين يقدموا على مجالس الأقضية وبدوا يكون عندها أشخاص بدين يقدموا صحيح على المحافظات السؤال الأساسي ما تنسى أنه البلد ما نو مبني في شي من العمل الديمقراطي هلأ كنت عم بقول لك أنه اللبينات الأساسية هي اللامركزية حتى تقدر تحرر هالمناطق وتردها لحضن الدولي مشان ما تدل بغربي عن الدولي طبيعي أنت بدك تبلش تحط شي للناس نحن كل همنا نعطي للناس خياراتها هلأ أكيد لازم يكون في قانون للأحزاب السياسية لأنه نحن ما ممكن نستمر بهذا الواقع يلي موجود الزعماتي وكل واحد فتع لحسابه الدولي كمان لازم تفكر بقانون للأحزاب السياسية مثل ما فكرت بقانون لا اللامركزية مثل ما فكرت بقانون لا الانتخابات النيابية الشغلة الأساسية المهمة لازم بقى نفكر بقانون للأحزاب السياسية لأنه ما ممكن الدل أحزابنا تصير طواقف مثل ما صار هلأ ليش يا عمي الدولي إذا أنت بدك تروح تعمل شركة تجارية إلى أصولها أنت اليوم بسطر ونص قادر تنشؤ حزب وما بتعرف شو هو هذا الحزب هل هو مناهض للبنان هل هو مع صيغة لبنان مع صيغة العيش المشترك فالك الدنيا صحيح ما فيك تكفتي معك حق للأسف بريك أصير مشاهدين بريك أصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم أهلا بكم مشاهدين في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم ما ضيفي الباحث والكاتب في علم السياسة الدكتور إليا إليا اللامركزية الموسعة المالية شو مكان موجود فيها لكن ليش مرفوضة يعني حزب الله يقول صراحة أنه واليوم سمعنا نائب القبيسي في حركة أمل كمان ونحن لسنا دعاة للتقسيم وللفدرالية وللامركزية طيب إذا جزء من اللبنانيين أو من القوى النيابية اللبنانية يرفض اللامركزية كيف تستطيع الوصول إليها بكرا إذا أقريت وبيقول لك هذا غير مثاقي بس خليني أقول شغلي شو كتير مهمة إذا جينا عملنا أسقاط للامركزية على الواقع الجغرافي للأقضي حاليا أولاء الدوائر يلي انتخبوا عليها النواب يعني المحافظات الجديدة يلي انتخبوا عليها أتصور بيطلع للشيعة سبع رؤساء أقضية سبع رؤساء أقضية وبيطلع لهم أربعة رؤساء وحدات إدارية يعني محافظة بينما الموارني بيطلع لهم ثلاثة بينما السنة بيطلع لهم أربعة كمان وحدات إدارية يعني تتشوف أنه مش لمصلحة المسيحيين هي لمصلحة اللبنانيين كلها سوى الأمور تتفاوت الأمور بين أنه ممكن أن تكون حتى إذا جيت تتشوف رئيسات الأقضية رئيسات الأقضية هي أكتر للسنة والشيعة من المسيحيين فإذن عشوه هو مطلب مسيحي هو منه مطلب مسيحي هو مطلب وطني ليش لا يرى مين هذا الاتهام بينما لأنه لأنه في مصالح بالسياسي ما بدون إياها هون بتسأل السؤال ليش بدك تخلي المال على طول معك ليش بدك تخلي الكهرباء على طول معك ليش بدك تخلي هيد الوزارة الصحة معك ليش بدك فيه كارتل ماشي بالبلد ما فيك تستمر بهذا الأسلوب لبناء الدولة بدنا نقرر بدنا نبني الدولة ولا ما بدنا نبنيها لبناء الدولة صارت معروف الأسس الأساسية أو اللبينات الأساسية لبناء هذه الدولة قلنا أنه بدنا لا مركزية قلنا بدنا نظام للأحزاب السياسية قلنا بدنا نظام للانتخابات نعمل نظام للانتخابات بس للأسف كان لازم نروح لنظام للأحزاب السياسية مش إن هكسرنا عم نشوف نظام الأحزاب السياسية أعوج كمان بدك كمان بدك تكفي بها كمان بدك قانون قانون انتخابي للانتخابات الثلاثة يلي عم تحكي عنا كمان منفوت بديباج طويل بس الشي الحلو بالله مركزي هي منخاض على الدستور هيدا قرار بدا تاخده السلطة السياسية تتمشي فيه حالة وقالنا لحنظل معطلين هي أزمي بالسياسي وليست أزمي بالدستور موجود يعني ما بده تعديل الدستوري هيدا أصدر ما بده تعديل الدستوري أوكي بتحطى أنه دولة لبنان دولة موحدة واحدة زيطة نظام لا مركزي فيك تحطى مش أنه موجودة كانت تتشيلة وتعمل لك مشاكل أو أنت عم بتغير شكل النظام أنت عم بتغير عم بتحسن إدارتك بالدولة وليس بشكل النظام السياسي مشين هيك المسألة ضرورية أنت عم بتقل لي ليش تفتحته على الانتخابات الأقضية وعم بتفتحه على الانتخابات يلي هي مجالس وحدات إدارية فعلا صار الواحد عم بيتخوف بالمراحل القادمة إذا صار في عنا انتخابات نيابية تطلع أنه ما في جمهور جاهز إلا فقط الجمهور الحزبي اليوم بقيت الناس علما الأحزاب هي ترفض اللامركزية علما أنه الأحزاب ترفض اللامركزية ويمكن تسيقبع بكرة حتى تفوت فيها بس بتشوف المواطنين العاديين هني اللاحزبيين يلي هني عادة بمشوا الانتخابات بميلوا الانتخابات يمينا أو يسارا بتشوف أن اليوم يأسنين نتيجة الواقع والأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها يعني ما حدا بيله أنه يروح على الانتخابات اليوم صرنا مشان هيك نحن عم نفتح للمواطن هذه الصغرح تحتى يغير أنت ما بتقدر تغير الطبقة السياسية اليوم إلا بتعدد مجالس للانتخابات تحتى تقدر جيب دم جديد تحتى تجيب فكر جديد وعقلية جديدة ماش ممكن تدل الأمور مستحكمة بهذا الشكل على الصعيد لبنان طيب دكتور ما زال عم نحكي ببحث في علم السياسة نحن اليوم أمام أكثر من أزمة ليست أزمة فساد وغياب تنمية وغيره نحن عنا أزمة استقواء أزمة سلاح أزمة خلاف على هوية لبنان هذه اللامركزية التي تنظم العمل الإداري والمالي والإنماء وغيره ألا يصطدم بالأزمات الأخرى شو بتأثر إذا بدك شو بتأثر إيجابا للتخفيف من هذه السطوة وهذه السيطرة حقول شغلي أساسي يلي هي العصب الأساسي للحياة الناس المجتمعية العادية اليوم بتجي بتنتقل من منطقة إلى أخرى بتشوف هاي المنطقة مزدهرة وهاي المنطقة نيمة ما فيها شي لا اقتصاد ولا تجارة ولا سياحة وبتروح على مناطق تانية بتشوفها مزدهرة بالسياحة وبالاقتصاد وبالتجارة وبكل شي بتسأل حالك السؤال ليش لأنه طبيعة المنطقة أوكي ناساً لهالمنطقة هني خلقوا هايدي الحالي فيها هذا اللي بدو يعمل الكمبيتشن بالمستقبل هذا بدو يعمل التنافس في المستقبل إذا أنت بلاش تطعطي هذه الوحدات الإدارية دورة في عملية المنافسة أوكي أنت عم تفتح مجال للتنمية أكتر وأكتر بغير مناطق نحن ليش لا صارت الحرب بلبنان ما هذا المطلب كانوا عم بيحكوا عنه كل الزعمة السياسيين من سنة التسعة وعشرين لغاية تاريخ اليوم يلي هو مطلب الإنماء نحن ليش عم منطالب بالله مركزية تحتى تنمي المناطق تحتى ترجع تعيد العجل الاقتصادية إلى البلد أي يعني السؤال السؤال في مناطق على سبيل المثال يلي كل اليوم فريق بيقول أنه نحن منطقة بتدفع وفي منطقتين ما بتدفع وما ممكن تستمر المناطق بهذا الشكل ناس بتاكل ناس بتقع ناس بتاكله الجيج ناس بتقع بالسيج مش مضبوط السؤال الأساسي اللي عم منقوله اتركوا هيد المناطق هي تنمي حالة بحالة إذا شافت هيد المنطقة منا قادر يتنمي حالة ما في صندوق لا مركزي هو الصندوق اللامركزي هو اللي بنميها بموجب دولة قوية نحن كمان ما عم نطلب عم نقول أنه إذا في حال نفذت اللامركزية الإدارية هي ضعف للدولة بالعكس هي زيادة قوة للدولة من خلال اقتصاديات محلية تتقوية تصور اليوم الأزمة الاقتصادية اللي عصفت بلبنان ما كانت لازم يكون هيد الحدي إلى لو كنا في إطار اللامركزي لو كنا في إطار اللامركزي على أساس أنه كل الناس عم ترجع بتقلع وتمشي تصور اليوم الجباية بكل المناطق اللبنانية واقفة تسأل لاش ما حدا بيعرف الدولة المركزية ما أرره الموظفين مقدرين لو كنا على صعيد لامركزي كانت الأمور ماشي أكتر من هايك مشكل بين الإدارة وشركة بالنافعة موقف كل شيء موقف كل شيء هايدي مشاكل بنظام بس ما ترح يعني ما جوابت على سؤالي اللامركزية على الصعيد الإنمائي ومكافحة الفساد والتنمية والمال وكل شيء إلى أي مدى تخفف من السطوة سطوة السلاح يعني هون اليوم إذا ما نحكي أن المناطق اللي فيها سلاح وقوة غير نامية يعني تنقول أن السلاح هو الذي ينامي شعبها بيقرر نعم شعبها بيقرر عظيم بس وشناك تترك المجال للشعب هيدا خيار للناس بيصير انت عليك أنك تأمن الأطر الأساسية والقوانين الأساسية تحتى تساعد الناس هون الشعب هو اللي بده أقرر الشعب هو اللي بده يرجع إلى تفتلواقعه المجتمعي هل بده يدل يعيش بهذا الواقع المزري أم مفروض يحسن حاله بده ينحسد من جاره بده ينحسد من القضاء يلي جيرانه أكيد بده ينحسده من بعض لبعض تينموا حالهم ينطوروا حالهم ما فيه سطوة السلاح تدلم سيطرة كل الوقت عليه وبالنهاية كمان بدك تبني دولة مركزية قوية لأن الدولة المركزية القضاء بإيدها الجيش بإيدها المال بإيدها كل الأمور الأساسية اللي بتجمع الناس هي بعدها بإيدها بس في خلاف عليهم هون لا في خلاف في خلاف خلاف بالسياسي الخارجي في خلاف بالدفاع بالسلاح هون دي بتلاقوا حل لازم يتلاقوا حل هل أد سهل أنك تلاقي حل لهذه وقال لا صرت بدك تروح على الفيدرالية أخطني على هونيك الفيدرالية هل اللامركزي طريق للفيدرالية هل الفيدرالية تنهي هذه الأزمة بشكل مطلق أو كمان بده خطوات بالسياسة أخرى خليني أقول شغلي أنا بسمع أول شيء الطرح الفيدرالي هو طرح عصري مش طرح يعني فيه شيطاني طرح عصري بس بعتقد نحن مجتمعنا اللبناني بعده غير قابل لهذا الواقع ليش علما أنه تعالى عنا تنوع عقائدي البني المجتمعي ثقافي ديني اجتماعي في عنا تنوعات كثيرة هل اللامركزية تحترم هذه التنوعات أو الفيدرالية هي التي تحترمها سبق وقلتلك الفيدرالية فيها تطبيق للامركزية وتطبيق اللامركزية ضمن الفيدرالية هو ضمن التنوع في الوحدة كمان طيب عم نحافظ على التنوع ضمن الوحدة يلي إذا كاننا طبق نظام فيدرالي يعني مش هك اللامركزية هي لبنة أساسية من لبنة النظام السياسي إن كان بنظام مركزي أو إن كان بنظام اتحادي أو بنظام اتحادي السؤال الأساسي اللي كلنا عم نقول عنه مين قال إنه الاتحاد أو الدولة الفيدرالية هي انفصال عن الدولة بالعكس ما leftovers ما هنه متحدين مع بعضهم تعاملوا دولة يعني هيده الإمارات العربية المتحدة كلها سواء إمارات اتحدوا مع بعضهم بعض تعاملوا دولة الولايات المتحدة اتحدت مع بعضها تعامل الدولة النمسا اتحدوا مع بعضهم تعاملوا دولة سويسرا بلجيكا سويسرا بلجيكا ألمانيا كلهم اتتحدوا اتتحدوا تعاملوا دولي بالعكس الاتحاد أو الفيدرالي هي مش خارج الدولي هي من ضمن الدولي بس السؤال نحن بالبيئة اللبنانية بعد ما نقابلنا لأنه مش مهيئين لألا هذا يعود إلى مدى السائف السياسي عند القاضي السياسيين لألا الشعب كيف ما بتفرضوا عليه القاضي السياسيين بيتلقوا ما عندهم بروبلان القاضي السياسيين غير جهدين وغير مهيئين لهذا الواقع من هذا النظام أفضل طريقة روحوا تتبنوا الدولي على شيء اسمه لا مركزي لأنه إذا اتفقتوا يوما ما كلبنانيين على بناء دولي مركزي قوي أو اتفقتوا على بناء دولي اتحادي فيدرالي بتكونوا هاللبن الأساسي موجود ألا وهي اللامركزي هذا الواقع اللي عم نقوله نحن لأنه وقال لا بدك تنطر سنين تيتفقوا اللبنانيين بين بعضهم بعض الزعماء اللبنانيين بين بعضهم بعض بدك تنطر سنين ما ما بقى يسمح الوضع لا الجيل بقى يسمح لا الاقتصاد بقى يسمح نيانس أو فيه اشكالية اللامركزية ايقال انماء ايقال ادارة علما برجع من نحكي خاصة بالمحافظات أو مجالس الأقضية التي فيها تنوع إن كان مذهبي أو طائفي أو ثقافي أو عقائدي أو 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 كيف بدك تحترم كل هذا التنوع فيك تحترمه باللا مركزية أو بدك ترجع تحكي عن فيدرالية وبيصير في عندك تقصيمات مختلفة يمكن أو لا انت محترمه باللا مركزية ليش على سبيل المثال هأعطيك اعتبر الزواج المدني زواج المدني زواج المدني ما قاله دخل باللا مركزية لا لا بعرف بعرف بس نحن عظيم كرمال هاك أنا عم بحكي اعتبر الزواج المدني في منطقة في ناس يعني بدون زواج مدني في ناس مجموعة من الناس ما بدون زواج مدني لكن عيشين ضمن قضاء واحد أو وحدة شو سميتها وحدة وطنية وحدة شو بتعمل خليني خليني قللك بس الشغلي كتير مهمة أعطيك نموزج عندي خمس دقائق أعطيك نموزج على عكار وطرابلوس وشميل شميل ككل عندك ثلاث وحدات إدارية يعني عندك ثلاث محافظات عكار عندك ثلاث أقضية بقلبها طرابلوس وضعها مثل وضع مدينة بيروت سيكون هناك دوائر انتخابية لألة بينما هي وحدتين إداريتين فعليا هي قضاءين مظبوط أو ثلاث أقضية لحتنا عمل طرابلوس عندك الدائرة يلي هي التالتي انتخابيا بيسموها بالشميل يلي هي الكورة بشر صغرط البترون هاودي عندك أربع أقضية كمان ضمن وحدة إدارية قصمين طائفية أكيد مقصمين بس أنا بيعكار على سبيل المثال عندك قضاء ذات أغلبية بس انتبه هونيك في مطارح ما سوري يعني في مطارح مقصمينة حسب القوى السياسية كيف بدها تجمع يعني مش كلها عم تحترم التقسيم الصحيح لا عم نحترم التقسيم الجغرافي الصحيح مش انه عم نجيب ضيعة من هون وضيعة من هون ونركبهم على بعضهم بعض فيه تواصل جغرافي لهالأقضية هاودي على سبيل المثال أكار أكار فيه منطقة إلى خصوصية مسيحية وفيه عنده عشرين ثلاثين بالمئة مسلمة وفيه منطقتين إلن خصوصية سنية مش معناته هاودي صاروا أعداء هاودي مجموعين ضمن الوحدة الإدارية موجودين نفس المشاكل نفس الهموم وبالتالي بعضنا محافظين على وحدة هذه المنطقة وعلى عصر هذه المنطقة طيب تعمل زواج مدني هوني لا زواج المدني سبق وقالت لك بده تشريع مش انهاك أنا عم برجع يعني بدنا نرجع كل التشريعات هادي اللولة المركزية بدك ترجع المركز طيب يا أخي مختلف الميو نزلت بدك تتسبح بصيدها بالميو منعوا الصبايا ينزلوا من سجتامن هاك بتعمل حقا أو في مطرح بدك مطرح بدك تشرب ويسكي وين هادي لمركزية عظيم اللمركي بتنظمة هادي أمور البلديات أمور البلديات وين شو بتلحق هادي بتلحق القانون العام القانون العام أصلا ما بيمنعك بس إلك خصوصية مش إن هيك نحن عطينا اللمركزية دورة تحطى المناطق خصوصياتها نحترم لها هادي المنطقة عم بتقول أنا ما بدي كمان نزل حدا على البحر بلباس البحر أوكي المنطقة التانية بتسمح وقانون البلدي بيسمح القانون العام تبعين الدولي ما بيحرم ولا سامح كل شي بس في أضايا خصوصية أنت فيك تميرسها ضمن اللمركزية بس وين بأي يعني بالمركزية دكتور فيه تنوع أكيد فيه تنوع ناس مع الميون يسدد ناس مع الويسكي نسدد فيه مناطق الأولوية ما بقى فيك تعملها هيدا عائد للقانون العام بسيعتها بدك تطبقه عائد للقانون العام وليس سن قوانين خاصة بكل لا مركزية مش إن هيك عم برجع بقول لك أستيس فادي أنت وقت تتكلم عن اللا مركزية تتكلم عن عن نظام إداري تتكلم عن مال عندما تتكلم عن الفيدرالية تتكلم عن تشريع إقالة تشريع مش إن هيك نحن ما عنا مجالس تشريعية المجالس التشريعية أنت صرت عم تشتغل قوانين خاصة فيك لكن دكتور احتراما للتنوع العقائدي والثقافي والاجتماعي يجب في نهاية الأمر الذهاب إلى الفيدرالية ضمن المركزيات إذا الشعب اللبناني والقاضي اللبنانيين راضين يروحوا على على فيدراليات مرحب بهم وإذا ما نرايحين روحوا على بناء الدولة بس حددوا أي نظام بك أنت تتبعه نظام مركزي أكيد فيه لمركزيات داخله وكي لأنه لمركزي بده دولة مركزية قوية تقدر تتطبق ليش إذا بدك تتطبق فيدرالي ما بدك دولة مركزية هل ممكن أنك تعمل فيدرالي بدون دولة ما تكون عندك دولة مركزية قوية وإلا بيصوروا فرافيت أنا بدأ أسرعك دكتور إليا إليا الباحث والكاتب في علم السياسة أهلوك شكرا لكم إن شاء الله تكون هذه الحلقة فاددة لكثير من الناس للتركيز على أهمية المركزية الموسعة مشاهدين انتهت الحلقة تابعونا دائما في علاقة شكرا لكم